أهلو السلام عليكم الأستاذ نفين معك فضل قول سؤالك بس عدي سؤال أنا عدي قامة من السنة تمام والإقامة اتجددتها على مرتين استلمت على سنتين سنتين وأنا متزوج يعني وراء ماجية وأوراق عدي كاملة أقدر أجيب زوجتي عن طريق عقد العمل وأنا عدي الحماية المؤقتة هذا السؤال أهلا وسهلا بك أستاذ مرتد حضرتك عراقي صح نعم يعني اللي أنا أفهمه كده إن حضرتك خدت حماية سنة وجددتها مرة سنتين ورجعت جددتها كمان مرة لسنتين يعني بقى لك خمس سنين نعم هل حضرتك شغال نعم شغال عندك بيت عندي بيت تمام إذا حضرتك شغال وعندك بيت ومعاك الإقامة السنة معدي ثلاث سنين بتحكلك إن انت تعمل لمشا من لزوجتك عن طريق عقدة عمل مفيش أي مشكلة بس لازم يكون الدخل كافي ويكون مساحة البيت كافية إيه بس أنا عدي سؤال أنا مرة سئلة مستشارة قانونية تابعة للكاريتاز البحية الرابع قلتلي حصرا لازم تحول لقامتك أوروبية لا اللي معاه حماية تنى ما يحق لا حضرتك اللي معاه حماية تنى بس اتجدتها يعني أنا الزواج تمام جديد مو مززوج من قابل ملهاش علاقة حضرتك ملهاش علاقة أبدا أنت متجاوز من إمتى الفكرة هي أن يكون عقد الزواج رسمي وأن يكون واخد الحماية الثنى بقالك ثلاث سنين في الحالة دي تقدر تحصل على لم الشمل عن طريق عقد عمل ما فيش أي مشكلة ونصيحة تانية برضو قادرة ديها لحضرتك ياملاش علاقة بلم الشمل إذا أنت بقالك في النمسا خمس سنين وكنت شغال ما عندكش أي اشترافة ما عندكش أي شيء يفضل أنك تحول الإقامة بتاعتك إلى إقامة أوروبية لأن ده بيكون أفضل مستقبلياً ليك صحيح صحيح أنا بالنسبة إلي هو جاعد أستفسر أنا عن صديقي إحنا إحنا بثناناتنا أنا صال سيس سنوات شغال وصديقي من أفغانستان طبعا أنا هو ما يعرف يحط شي عد اللغة أنا حولتها أنا حولتها واستلمت الإقامة الأوروبية والحمد لله وماشي على التقديم صديقي نفس الشي يعني تقريباً هم جدد نفس الشي السؤال الصديقي هاي صديقي ما عنده ما عنده مكانية يجيب من الأو اف بس كان عنده مشكلة إنه بهاي يعني هذا يعني هذا الكلام إنه راد الأكيد يعني يعني وديمشي بالأوراق بدون ما يقدرش هو من أفغانستان مش مشكلة هو منين الفكرة هي ده قانون بينطبق على الكل مالوش علاقة هو من أي دولة بدون ما يقدرش يحصل على الإقامة الأوروبية لا هسا مو هو هو موضوع إنه يريد يجيب زوجته هسا موضوع بعدين هاي لا شعر آخر بعدين أنا جاوبت حضرتك يقدر يجيبها عن طريق عقد عمل طيب نتمنى أن تكون هو أصلى سي سنة وأتويعي طيب الصورة كده واضحت بالنسبة لك يا سوز مرتضى نشكرا شكرا جزيلا وشكرا للحضرات شكرا